اشتركوا في القناة التي نشاهدها على الشاشات فعلا أنا قضية السينما العالمية وهوليوود وما يحصل والسينما اليابانية والسينما الفرنسية والسينما الأمريكية والسينما وجوائز عالمية والأسكار ومن الذي أخذ الجائزة والفيلم الذي أخذ والسعف الذهبية ومهرجان كان ومهرجان كذا وشي في بلاد العرب وشي في بلاد العجن وأضواء وكلام والناس تنشو في المساكين هؤلاء في الطائرات يقرأون الجرائد ماذا يعني الآن انشغلون بماذا مواقع الانترنت المنتديات الكلام عن ماذا الآن يعني في الوقت الذي يتهدد ثلث سكان العالم فيه الجوع يصل دخل أحد الأفلام الأمريكية إلى أربعين مليون دولار في أول ثلاثة أيام من عرضه لماذا تكلفة الفيلم عشر مليون بس يبلغ عدد الذي نشاهده فيلما آخر ثلاثة عشر مليون من الناس مع دخل إجمالي بلغت تسعين مليون دولار كما جاء في يوكالة يونهب رغم كل إرهاق العمل اليومي فإن هؤلاء السحرة استطاعوا أن يشدوا هؤلاء الغافلين لمتابعة أفلامهم بما يزيد أحياناً عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد تقوم الصورة في أفلام السينما بتغيير مفاهيم الناس وعقائد الناس وقناعات الناس وتفكير الناس تلعب دوراً مهماً في توجيه سلوكهم وأخلاقياتهم وتكرر اللقطة الواحدة أحياناً عشرات المرات ليكون التأثير أبلغ هذه أشياء مدروسة وعلم نفسه وجيوش من المحللين وخبراء الدراسات تقول إن تكرار ظهور أحد ممثلي السينما وهو يدخن خلال الفيلم أربع مرات يؤدي إلى زرع صورة إيجابية للتدخين عند المراهقين أنا أظن إنه لو تتبعنا مشاهد الأفلام ولكن ذات الأفلام الغربية لأن الآن لها رواج الآن في قنوات عربية خاصة بالأفلام الأجنبية صح وعليها إقبال والدعايات اللي فيها أغلب دعايات لأن الإقبال الناس عليها أكثر شي سحر يعني سحرة فرعون قابله في هذا الزمن سحرة الإعلام الهوليوودي وغيره الآن صار هؤلاء السحرة بهذه الخدع السينمائية والصور التي يعني يبرزونها شوف كم لقطة فيها صورة قارورة الخمر تصب في الكاس أو يشرب منها مباشرة كثير جدا في الأفلام الغربية صحيح والتدخين والمخدرات والاستنشاق المخدر والمريوانة كثير وقد لا تكون لها علاقة بالمشهد نفسي أيها ومدفوعة الأجر مدفوعة لهم ترى ومدفوعة شركات التبغ تدفع وشركات المصانع الخمر تدفع وبالتالي ماذا يحدث عند شبابنا وفتياتنا خلاص هو هذا نمط صار تشكل في نفوسهم من طبع ختم مستقر في نفوسهم أنه هكذا يعيشون كما يعيش بطل الفيلم كما يعيش ممثل فلاني كما رأينا وشاهدنا نقلد ونعمل وهذه المصيبة ولذلك صارت طريقة الاتباع اللاشعوري قضية طاغية ومشاهدة واضحة من الشخصية هذا؟ هذا شخصية واحد إنسان كافر بلحد زنديق إنسان ساقط إنسان منحرف إنسان شاذ صار هو البطل صار هو القدوة صار هو محط الأنظار صار هو المقلد السينما الآن تقوم بخداع سافر المشاهد المسكين في تزين الممثلين والممثلات وتصويرهم ويعني يمكن تشوف الوحدة إذا قامت من النوم مفزعة ومع ذلك هم يجيبونها ولا كأن يعني وأوجه صناعية ومكياجات المكياج سيد الموقف ومثلات الإغراء ويمكن تطلع في مشهد عزة تفوق مكياج عروس في ليلة الليلة تظهر تستيقظ من نوم عميق بواع على جميع الألوان تفنن أرباب هذا الفن في خدمة أهدافهم بالصورة والدمار الفكري الذي يحدث اليوم نتيجة الصورة يفوق ترى الدمار القنابل الهيدروجينية والسؤال الذي أجابت عليه الطفلة الروسية لما سئلت ما أفراد أسرتك مما تتكون الأسرة قالت بابا وماما وجدتي والتلفزيون خير دليل على يعني هذا دلت الدراسات على أن الطالب في المرحلة الابتدائية لدينا يكون قد قضى في نهاية السنة الدراسية ما بين 700 إلى 800 ساعة في المدرسة على مستوى العام بينما يقضي في أكثر من ألف ساعة مع التلفزيون سنويا معناها التلفزيون أقوى تأثيرا من المدرسة ساعات التلفزيون على الولد أكثر تأثيرا من المدرسة هذا لا أصلا لو كان تأثره مدرسة إيجابيا في دراسة أجرتها منظمة اليونسيف على النشأ في دولة عربية تبين أن الغالبية العظمى منهم مشاهدون دائمون لشاشات التلفزيون على عكس الجرائد والمجلات والكتب يعني حتى القراءة في الوسائل الأخرى ما هي منتشرة 80% من المراهقين والمراهقات يقولون التلفزيون القنوات الشاشات أبرز مصدر للثقافة لدينا اشتركوا في القناة